نتصل بدكتور عصام ما ردش علينا يعني لما جينا دلوقتي علشان نكلم دكتور عصام وهو عارف ان احنا هنكلم مدام هدى وعارف ان احنا عايزينه معنا على التليفون وعارف المعاد بتاع المكالمة هيبقى الساعة كام بالزبط الاخره ما ردش على التليفون انا هيبقى ملاكي الطيب حاضر اهو شوف الملاك موجود قاعد جنبي على اليمين اهو وبيقول لي يا يوسف بتخدش الموضوع بسوق نيه اكيد اكيد دكتور عصام بديوي ما عندوش اي نية سيئة في مسألة عدم الرد على التليفون دكتور عصام بديوي يا يوسف اكيد اكيد مشغول صح طيب ده كده الملاكي الطيب الملاكي المنطقي بقى بيقول ايه الله يا فنم ده تحت انتق مسؤولياتك لازم نبقى مسؤولين حضرتك اديت وعد لبرنامج انك انت هتدخل على التليفون وترد دي مسؤولية اتنين في نطاق مسؤولياتك المباشرة ومهامك الوظيفية هو لازم ترد علينا تلاتة هو حضرتك مش بتكلم عن زغيرة واللئيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة